تواصل اللجان الفنية أعمالها لاستكمال الكشفات التي اعتمدتها بلدي ثوبيشي لإعادة تأهيل شوارع السوق والعلوة والكراجة والتي تضمنت رفع الأرصيفة القديمة وابدالها بأخرى جديدة إضافة إلى وضع إنارة حديثة برعاية واهتمام مباشر من قبل الناب الدكتور أحمد عبدالله عبد وبإشراف متابعة ميدانية من قبل الدكتور عمار جبر محافظ صلاح الدين تقوم اللجان الفنية المباشرة الخاصة بلجان التنفيذ لمشاريع تأهيل وتطوير شوارع السوق والقراج والشارع العلوة في قضاء بيجي بكمال أعمالها الخاصة بالكشفات التخمينية التي تم إعدادها من قبل مديرية بلدية بيجي حقيقة هذه اللجان متعاونة ومتفانية في عملها وأيضا لها تنسيق مباشر مع مديرية بلدية بيجي باعتبار أن بلدية بيجي هي الجهة المستفيدة من هذه المشاريع هذه الكشفات على مواصفات عالية من الفقرات التي تتضمنها الكشفات التخمينية حيث تضمنت هذه الكشفات رفع الأرصفة القديمة وبناء أرصفة جديدة إضافة إلى أعمال البهارتون والتبليط والنار الديكورية الخاصة بالشوارع اليوم هذه المشاريع وصلت إلى مراحل متقدمة من الإنجاز هذه المشاريع الحقيقة المثلت بصيص أمل لأهالي بيجي حيث تم العمل بها بعد زيارة ميدانية من قبل الدكتور عمار جبر محافظ صلاح الدين وبعد إنجاز أعمال المجاري لهذه المشاريع على الفور تم تخصيص المبالغ التخمينية اللازمة لهذه الكشفات من ضمن ميزانية عادة الاستقرار للمناطق المحررة وكان لمدينة بيجي النصيب الأكبر من هذه المشاريع ترجمة نانسي قنقر